هل يا أصدقائي معكم سامو طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان هذا الفيديو يا أصدقائي حيكون عن تسريبات الجزء الثاني تبع تحديث الأرشيف لسنة 2023 طبعا يا أصدقائي زي ما بتعرفوا حاليا هالتحديث بعد ما اكتمل يعني في أكثر من شغلة حتنزل كمان خلال هذه الأيام أو خلال الأيام القادمة والآن من بنفسه يا أصدقائي نزل فيديو على قناة اليوتيوب وكان في هالفيديو يا أصدقائي أكثر من تسريب أو أكثر من شغلة حتنزل خلال الأيام القادمة في تحديث الأرشيف هذا وطبعا في أكثر من شغلة ما انتبهتوا عليها لما شفتوا الفيديو يا أصدقائي طبعا الفيديو موجود هنا يا أصدقائي أكيد أتوقع كلياتكم شفتوه فيا أصدقائي في أكثر من شغلة اتوا ما فهمتوا فلهذا حفهمكم ياه وحشرح لكم كل الفيديو فيا أصدقائي يعني لا تحسبوا كذا الفيديو مجرد رقص وخناق ما بين الآدمين وفليكر وقليتش لا يا أصدقائي الفيديو كله مجرد تسريبات وتكملت القصة تبع السنة الماضية عشان اليوم في عندنا جزء كمان من القصص اللي الآدمين كان عم ينزله بحساب وتتذكروا هذا الشي كان عم يصير السنة الماضية لما كان التحديث كذا مكتمل وكول بس هاي المرة تحديث لحد الآن عادي بس أتمنى في الجزء الثاني يتغير أكثر وتصير الأشياء الموجودة بالفيديو فيا أصدقائي قبل أن نروح ونشوف الفيديو تبع الآدمين وأقول لكم هاي التسريبات والأشياء اللي حتنزل بالجزء الثاني أو شكل المدينة حتى حطوا كثير لايكات واشتركوا بالقناة وفعلوا الزر الجرس ونشروا هذا الفيديو مع جميع أصدقائكم وبس يلا بينا نبلج بالفيديو شبعنا فلتس جو حيبالج يا أصدقائي الفيديو بهذه اللقطات اللي إحنا سابقنا وشايفينا هذيك السنة هس هذا هو الجديد الآدمين حيكون بالطيارة الجديدة وهذي أمهم الزائلة هنا دخلوا فليكر وقليتش أيوة عشان يسرقوا هذاك المفتاح اللي فيه كل أسرار بيكيكس دي فهنا راحوا هربوا الآدمين ونيم ده عشان ما يخذوا منهم المفتاح ويحموا نفسهم فهذا راحوا على الفضاء وهذا هو تسريب يا أصدقائي شوفوا هنا إيش قاعدين يبنون يا تورا ممكن هذو يا أصدقائي يكون يعني يئما تسريب شي جديد أو يئما ممكن يكون شوفوا أو يئما يمكن يكون كذا شي قديم بس هما بنفس هالتحديث اللي إحنا فيه هذي كمان لقطات تبع هذيك السنة شوفوا ويقولون لنا كل الأسرار أو الماضي يتبع بيكيكس في هذي القلادة أو هذي المفتاح هسا رجعت قليتش من جديد عشان ضروري بدهم ياخدوا المفتاح هذا فهسا عم يتحاربوا يتخانقوا مين حياخذ المفتاح هسا طلع هنا هذا الشوفوا فليكر وقفهم شوفوا وقف الآدمين وسقطوا على الأرض وهنا يا أصدقائي شوفوا المفتاح تبع الآدمين هذاك تكسر وشوفوا الآدمين لبس بدلة جديدة شوفوا طبعا هذي بدلة هتنزل خلال الأيام القادمة هسوي لكم كمان فيديو ثاني فأو ماي جاد البدلة شكلها حلو وخلص الفيديو هسا فهس يا أصدقائي شوفنا الفيديو على العرض العادي فلازم نشوفوا بالعرض البطيء لحتى نشوف الأشياء بوضوحة أكثر ونفهمها أكثر وكيف تعالوا معاي ونكمل كمان القصة تبع هذا الجزء فالتس جو فالحين خليت الفيديو على العرض البطيء علشان نشوف التسريبات بشكل أوضح زي كالعادة هاي اللقطات عادية هسا الآدمين ونيم دا كانوا على الطيارة وزايلة كانت بالمختبر أو الغرفة تبعها وهنا فجأة دخلوا عليهم قليت شوف ليكر عشان يسرقوا المفتاح زي كالعشان تطمن على أولادها نيم دا وآدمين خلتهم يروحوا على الفضاء بالطيارة تباهم وعطتهم المفتاح هذاك اويا سقيم من هذا اليوم يعني لما عطتهم المفتاح أتوقع زي كالعادة شافة أولادها اوكي فهذا هو الماضي تبعها الادمن سبع عنين دا وادمن وهسا بلشوا عم يبنوا وما ندري إيش عم يبنوا ما أدري يا سقيمكن تحديث جديد أو يمكن تكملة التحديث قلت يا سقيم ممكن يكون كذا ماضي يعني أشياء قديمة بس يا سقيم تراهم هم بنفس التحديث هنا بعد مرور الكثير من الوقت اوكي او يمكن بس عم يلمحوا كذا بلشوا عم يبنوا عالم بيكاكس دي وكذا فمجرد ماضي فصراحة ما أدري انتوا كتبوا لي يا سقيم ايش رأيكم فشوفوا هذه هي جزيرة بيكاكس دي كلها موجودة بهالمفتاح المفتاح كله موجود فيه الماضي هسا الآدمين مطمن على المفتاح تبعه وفجأة يجوا هذولا الغليتش وفليكر هيجي كمان بعد شوي شوفوا يجي عشان يسرق هذا المفتاح وهسا يجي نيمده عشان يساعد الآدمين ووقفوا قليتش فعشان تصير قوة قليتش أقوى هيجي أخوه أو أخوها قصدي فهي يجي فليكر الحين حيوقف الآدمين شوفوا حيوقف الآدمين وحيسقطه على الأرض شوفوا شلون حيوقعه فشوفوا الآدمين وقع ولما حيوقع يا سقيم الآدمين للأسف المفتاح هيتكسر شوفوا كله صار عبارة عن جزيئات فالحين الآدمين حيصير أقوى وهذه هيستخدم البدلة تبعه الجديدة واللي بعدها ما نازل يعني يمدين نشتريها فاشوفوا واو أوكي البدلة شكلها عن جد حلو وإن شاء الله يطلع لها ميزات أحلى وقوة أرواع وكذا تميز عن باقي البدلات الموجودة في اللعبة وخلص الفيديو بكتابة كلمة أرشيف فبس يا سقيم هذا هو الفيديو اللي نزلوا الآدمين على حسابه أو قناته باليوتيوب إيش رأيكم فيه يا سقيم صراحة أن أكثر شيء ألفة من اتباهي هو لما كانوا بيبنوا صراحة ما أدري لو كانوا عم يبنوا بيكاكس دي يعني ماضي الماضي تبع الآدمينز أول ما بلشوا عم يبنوا اللعبة وكذا والجزيرة هذي كلياتها قبل أن لا توصل لنا على فكرة أو بس يا سقيم لو لاحظتوا هم كانوا بنفس التحديث اللي إحنا متواجدين فيه حاليا فممكن يكون هاي البناء وهاي الأشياء اللي قاعدين عم يبنوها أشياء جديدة حتنزل يعني ممكن تكون أشياء للزيرو جرافتي لأنه زيرو جرافتي المفترض لازم المدينة تصغير المفترض أو ممكن كانوا عم يبنوا أشياء لهذا التحديث التكملة تبعوا الجزء الثاني لأن التحديث هذا بعد ما اكتمل زي مثلا يصدقى الحيوانات تراها بعدها ما نازل البدلة هذه اللي أصلا ما سربونا عليها أي شيء بعدها ما نزلت فصراحة لحد الآن بكاكسي ما ذكرت لنا الموعد تبع تكملتها التحديث واللي صراحة أتوقع هيكتمل التحديث بعد أيام فزي مثلا هاي الطيارة تراها بعدها ما نزلت ففي أشياء كثيرة حتنزل خلال الأيام القادمة بهالجزء فحاليا نزلت فقط هاي الملابس تبع الآن من ونيم دا ويلي كمان يا أصلاقي سويت لكم فيديو عنهم واشتريتهم معاكم اشتريت كل الأشياء الموجودة بالتحديث روحوا شوفوا هذاك الفيديو عشان استكشفت معاكم الميزات تبع كل باقة وبس أتوقع هذا هو الفيديو اليوم حطوا كثير لائكات واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وانشاروا الفيديو مع جماعة أصلاقاكم فبس مع السلام وبي باي السلام